دخل وزير الأمن الإسرائيلي بني جانتسي للحج الصحي الاحترازي بعد أن خلط شخصاً مصاباً بفيروس كورونا منذ يوم الأحد الماضي ووصل العدد الإجمالي إلى ما يزيد عن 32 ألف و700 مصاب بكورونا في البلاد عقب تسجيل 1320 إصابة كأعلى حصيل خلال 24 ساعة بحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية وارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 343 حالة علماً أنه خلال اليومين الأخيرين تم تسجيل 12 وفاة فيما بلغت الإصابات الخطيرة إلى 107 منهم 36 على أجهزة التنفس الاصطناعي